دعاءه عليه السلام لأولاده عليهم السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سل على محمده وآل محمد اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم إلهي أمدد لي في أعمارهم وزد لي في آجالهم ورب لي صغيرهم وقولي ضعيفهم وأصح لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم وعافهم في أنفسهم وفي جوارحهم وفي كل ما عنيت به من أمرهم وأدرر لي وعلى يدي أرزاقهم واجعلهم أبرارا أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك ولأوليائك محبين مناصحين ولجميع أعدائك معاندين ومبغضين اللهم اشدود بهم عبدي وأقم بهم أودي وكفر بهم عددي وزيم بهم محضري وأحيي بهم ذكري واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم لي محبين وعلي حدبين مقبلين مستقيمين لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا مخالفين ولا خاطئين وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرين وهب لي من لدنك معهم أولادا ذكورا واجعل ذلك خيرا لي واجعلهم لي عونا على ما سألتك وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم فإنك خلقتنا وأمرتنا ونهيتنا ورغبتنا في ثواب ما أمرتنا ورهبتنا عقابا وجعلت لنا عدوا يكيدنا صلته منا على ما لم تسلتنا عليه منه أسكمته صدورنا وأجريته مجاري دمائنا لا يغفلوا إن غفلنا ولا ينسى إن نسينا يؤمننا عقابك ويخوفنا بغيرك إن هممنا بفاحشات شجعنا عليها وإن هممنا بعمل صالح ثبطنا عنه يتعرضوا لنا بالشهوات وينصب لنا بالشبهات إن وعدنا كذبنا وإن منانا أخلفنا وإن لا تصرف عنا كيده يضلنا وإن لا تقنا خباله يستزلنا اللهم فاقهر سلطانه عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء فنصبح من كيده في المعصومين بك اللهم أعطني كل سؤلي واقضي لي حوائجي ولا تمنعني الإجابة وقض من تهالي ولا تحجب دعائي عنه وقد أمرتني به وامن علي بكل ما يصلحني في دنياي وآخرتي ما ذكرت منه وما لسيت أو أظهرت أو أخفيت أو أعلنت أو أسررت واجعلني في جميع ذلك من المصلحين بسؤالي إياك المنجحين بالطلب إليك غير الممنوعين بالتوكل عليك المعودين بالتعوذ بك الرابحين في التجارة عليك المجارين بعزك الموسع عليهم الرزق الحلال من فضلك الواسع بجودك وكرمك المعزين من الذل فيك والمجارين من الظلم بعدليك والمعافين من البلاء برحمتيك والمغنين من الفقر بغناك والمعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك والموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك التاركين لكل معصيتك الساكنين في جوارك اللهم أعطنا جميع ذلك بتوفيقك ورحمتك وأعذنا من عذاب السعير وأعطي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مثل الذي سألتك لنفسي ولولدي في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إنك قريب مجيب سميع عليم عفو غفور رؤوف رحيم وآتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين